السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب خامس من مدرسة البيت العتيق الإسلامية رح نستكمل إن شاء الله تعالى الجزء الثاني من درس النمط العددي أو الأنماط العددية أخذنا أنه النمط العددي هو عبارة عن سلسلة من الأرقام مرتبة وفي قاعدة معينة الجزء الثاني اللي هو النمط المتغير المقصود بكلمة المتغير أنه بنلاحظ أن قاعدة النمط بهذه الأمثلة ليست قاعدة ثابتة بل في كل خطوة تتغير عن الخطوة التي سبقتها نأخذ المثال الموجود أكمل النمط بكتابة الأعداد الثلاثة التالية نأخذ المثال الأول العدد 10 12 15 19 نلاحظ أنه النمط بزيادة الآن العدد 10 أصبح عندي 12 إذن أضفنا للعشرة العدد 2 أصبحت عندي 12 العدد 12 أصبح 15 أضفنا للـ 12 العدد 3 أصبحت 15 الآن 19 زائد العدد 5 أعطتني العدد 24 نلاحظ في هذا المثال أنه قاعدة النمط جمعنا الأعداد ابتداء من العدد 2 3 4 5 لكل نمط على الترتيب إذن نلاحظ أنه القاعدة هي عبارة عن إضافة العدد 2 العدد الطبيعية على الترتيب إذن نكمل الآن النمط العدد 24 القاعدة اللي بعدها رح تكون هي 24 زائد العدد 6 رح تعطين العدد 30 الخطوة اللي بعدها رح تكون العدد اللي بعد الـ 6 اللي هو 7 30 زائد 7 رح تعطين العدد 37 العدد الذي يلي 7 وهو العدد 8 إذن رح نجمع العدد 8 مع العدد 37 رح يعطين العدد 45 ننتقل للمثال الثاني 89 79 70 نلاحظ بهذا النمط أن النمط في تناقص أي أن 89 أصبحت 79 تناقصت بمقدار 10 يعني 89 ناقص 10 أعطتني العدد 79 نلاحظ أن 79 أصبحت 70 أي أننا طرحنا من 79 العدد 9 لحتى أصبحت 70 الخطوة التي تليها 70 أصبحت 62 إذن طرحنا من العدد 70 العدد 8 إذن 70 ناقص 8 أعطتني العدد 62 نلاحظ بهذا النمط أن القاعدة عبارة عن 10 9 8 أن القاعدة هنا تتناقص تدريجيا الآن نلاحظ أنه 62 ناقص العدد الطبيعي اللي بعد الثمانية اللي هو 7 إذن 62 ناقص 7 رح تعطيني العدد 55 الآن 55 ناقص 6 رح تعطيني العدد 49 خطوة التي تليها ناقص 5 49 ناقص 5 رح تعطيني العدد 44 ننتقل للمثال الآخر 1 3 7 13 إذن نلاحظ بهذا النمط أن النمط بتزايد لكن كل رقم الزيادة التي أصبحت عليه تختلف عن العدد التالي له إذن الواحد إذا أضفنا لها العدد 2 أصبحت 3 3 أصبحت 7 أضفنا لها العدد 4 7 أصبحت 13 أضفنا لها العدد 6 13 أصبحت 21 أضفنا لها العدد نلاحظ عزيز الطالب أنه نحن نقوم بإضافة القاعدة وهي إضافة الأعداد 2 4 6 إضافة الأعداد الزوجية إذن هنا 13 زائد العدد الزوجي الذي يلي العدد 6 وهو العدد 8 13 زائد 8 وهو 21 العدد الزوجي الذي يلي العدد 8 هو 10 إذن نجمع 21 زائد 10 رح تعطيني العدد 31 الآن العدد الزوجي بعد العدد 10 وهو العدد 11 31 زائد 12 رح تعطيني 43 العدد الزوجي بعد العدد 12 وهو العدد 14 إذن 43 زائد 14 رح تعطيني العدد 57 لاحظ عزيز الطالب أنه قاعدة النمط هنا أن القاعدة بهذا المثال هي قاعدة متغيرة إذن هنا أضفنا العدد 2 ثم 4 ثم 6 ليست قاعدة ثابتة إنما متغيرة بالمثال الذي سبق 10 9 8 إذن هنا القاعدة متغيرة لذلك سمينا بهذا الجزء سمينا بالنمط المتغير يعطيكم الآفية ترجمة نانسي قنقر